في النور الحقيقة بال وبنقول بعد خمس سنين بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل شعب مصر وتضحياته احنا في موقف ووضع تاني خالص وده كلام مش بقوله عشان انا في موقع ده لا لا انا يمكن لو كلمت على البنية الاساسية تناول الحكومة للبيانات انا بتكلم على حكومة المحاكات انت بتكلم على كم كيلو طرق انت بتكلم على الف ولا الفين ولا تلاتة ولا سبعة ولا تمانية لا البيانات دي ارجو ان احنا كحكومة حقيقية مرة تانية المعنى بالطرق في مصر على سبيل المثال هي الاسكان والنقل والقوات المسلحة فاحنا بنكلم خطتنا 8000 كيلو 8000 كيلو مش طريق حارة واحدة 8000 كيلو طرق نقدر نقول متوسطاتها من 3 ل 6 حارة في كل اتجاه في كل اتجاه يعني احنا بنكلم لو قلنا المتوسط خمسة حارة على سبيل المثال انت بتكلم في 40 ألف كيلو بكامل عشان فقط نعمل اجراءات لتحسين وتطوير بنية الطرق في مصر انت بتكلم في اكتر من 160 مليار جنيه تتكلموا عن الكهرباء الكهرباء اللي احنا بنتكلم عليها دي انت كنت فضع ما عندكش ودلوقت انت بتقول عندي احتياطي زيادة ودكتور شاكر يصلح لي اذا كنت انا بقولي البيان غلط فوق العشرين في المية بعد يعني التحميل الاقصى لنا عشرين في المية فوق يعني ممكن يروح لدول الكوار في ربط كهربائي معهم مع السودان مع ليبيا مع السعودية مع الاردن مع ابرس فانا اللي انا عايز اقوله هنا ما تنسوش ما تنسوش احنا كنا فين احنا كنا في فوضع التاني خالص احنا كنا دولة على وشك الانهيار ووشك الضياع والشعب كان فاقد الامل والثقة في مستقبل افضل وكان لابد من اعادة بناء الانطباع لدى المصريين والثقة في انفسهم في انه هم قادرين على يعني تحييق غد افضل فالخطة اللي اتعملت عشان بس لا بالمناسبة وانا مش بقول كده كل الزملاء اثناء في نوفمبر 16 كانوا واحنا عاديين بناخد القرار كانوا متحسبين جدا من رد الفهم وهم موجودين معانا دلوقتي والكل في التصويت كان خايف خايف انت بتقول خايف اه خايف هي مش بلدنا ولا ايه ونخاف عليها ولا ايه لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتتضمر مش كده فكان كله متحسن لكن ولا هنا مش بزك نفسي في النقطة دي انا قلت لهم لا وحقول اللي قلته ساعتها قلت الحكومة تجهز لو الشعب رفض تقدم استقلتها الخميس ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات لقاسية مبكرة وسلم الدولة لحد تاني يعني نبني بلد مظبوط ونحل مشاكلنا مظبوط نسيبها ونمشي انا بقولكم الكلام ده يعني ممكن ما كانش مناسب ان انا اقوله لكن الزملة في المجلس ونحن بناخد المجموعة كلهم قالوا لا انا بقول لكم كده وكانوا متحسبين جدا جدا لان الاجراء طب قالوا لي حتى خليها بعد 19 نوفمبر نوفمبر خليوها بعد 19 نوفمبر لو تفتكو قولت لا قبل 19 نوفمبر احنا هنعمل الموضوع بس ده ما ثقة في نفسي ده ثقة في كنتو ثقة في الوعي وفي ارادة التغيير اللي موجودة في شعب مصر واللي هو السحب وعشان كده لما بقول مثلا انا ما علاقتش خالص عن انتم لكن لما بقول ان انتم عرفان انا يعني شديد العرفان بيجملكم لان في النهاية انا لما كنت بقابل اي اطلع اي دولة وزورها رد فعلكم على الاصلاح الاقتصادي كان محل تقدير واحترام شديد لي اللي هو ان شوف المصريين كل البلد عملها فيهم والناس سكتة بستحملة فكان ده شرف لي كان شرف لي تحملكم شرف النتائج بفضل الله سبحانه وتعالى افضل طبعا وده كان املي في الله سبحانه وتعالى انه هو مش ممكن ابدا الاخلاص والعمل والعلن في تناول المسائل لان يعني لابد ان تكلل بالنجاح كل وزير وكل وزارة بزلت اخصى جهد في الوقت ده وحتى الان عشان يعني يعني حتى تقلل من الاعباء على الناس يعني وزارة التضامن كانت حتى في تخطيطها ان احنا خلال سباتين ثلاثة اذا كنت انا فاكر الرقم ناصل مستهدف معي لاجل الخطة دي تقريح لي انا لازم لازم اخلص المستهدف في سنة وهي الدكتورة غادة تصلحت وفعلا دخلنا ان احنا نتكلم في ملايين من الاسر المصرية نستهدفها بان احنا نديلها يعني عائد او مبلغ مش كبير صحيح لكن زي ما قلت دايما كده كان محاولة مننا ان احنا يعني يعني انطبطب على اهلنا